قبل ما اطلع الفاصل عايز اقولوك بعض الحاجات اللي الاول اقاريكو بس الكاور اللي اعتبرو غلافي يعني في الانتحاد الافريخي لنجوم الدور الانجليزي في كاس اوم افريقيا تخيلو في واحد وتلاتين لاعب في الدور الانجليزي بيشاركوا في كاس اوم افريقيا وده اعلى الليفل في العالم البريمير ليج فعشان كده مبارح انا بنتكلم مع زملاءنا في الستوديو بليغ الابو عايد واليد الحديدي ان احنا لازم نعمل حملة كافرقة الميديا الافريقية صراحة انه لازم القرر الافريقية ومنافسات كاس اومم تبقى التصنيف التاني بعد اليورو يعني احنا بنعترف ان كاس اومم اوروبا افضل مننا كمباريات كاملة لكن مش بعدها كاس امريكا الجنوبية دلوقتي لا كاس اوم افريقيا دلوقتي يعني انت بتفرج على مطش الجزار والمغرب او المغرب وغانا او مصر ونجيريا او السنغال وتونس او مصر والسنغال ده ليفل عالي جدا انت مش هتلاقي ده في مباريات امريكا الجنوبية انت بتتكلم برازيل وارجوانتين بعدهم من بعيد شوية ورجوية وكان الله بالسر علي شوية شيلي يظهر كده كام سنة وينام شوية معرفش يظهر شوية وينام وكده لكن احنا عندنا الليفل عالي جدا عندك واحد وتلاتين نجم في الدورة الانجليزي بيشاركوا في كاس امم افريقيا بيتصدر هذا الغلاف نجمنا محمد صلاح اهو واللي عمل ده الاتحاد الافريقي اللي حاطت صورة اللي بتتصدر الواحد وتلاتين لعيب اللي بيشاركوا في كاس الامم الافريقيا وهو نجمنا الكبير طبعا الموه مصلاح محمد صلاح طبعا فخر مصر وفخر العرب وفخرنا كلنا عايز اناقش حاجتي كابت الناحمد سليمان بيعمل تصريحات بعيد ناس تختلف وناس تتطفق يعني ايه يعني واحد مشرف على فريق كورة في نادي كبير زي الزمالك او الاهليا وطلع يتكلم عن الصفقات وكواليسه وبتاع في الميديا وانه مثلا في الاهلي بيمنعوا ده ممنوع حتى لو انت مدرب في فرق ناشئين انك تكلم في الميديا وهم عندهم الزمالك موافق يعني دي وجهات نظر في الادارة انا معرفش ده صح ولا غلط الجمهور اللي يقول بقى والناس اللي تقيم لو هتسألنا انا في شكل شخصي غلط لكن في الاخر دي وجهات نظر لكن انت بتتكلم عن كواليس وقصص وحكاية توروات في الميديا انما اسيبك من ده انما في حاجتين محتاجين تعليق اولا كابتين احمد سليمان قال بقوة لما تسأل على موضوع عمر كبال عبدالواحد وفوضات الزمالك اقسم بالله وقال كده وفق ما نقلوا مصراوي اقسم بالله ما حصل احمد سليمان يفجر مفاجهة بشأن التعاقد مع عمر كبال عبدالواحد اتعرض علينا او عرض علينا يعني وقالت ان احمد عايز يقولي انا انا اتعرضه وانا ما حصلش وفيش قاعدة معايا ولا حاجة وانا وقت رغبته روح الاهلي وكلام كده هو انا انا وانه في زمانك ما فكرش فيه وما اتكلمش معه ما عادش معه ما اتفقدش معه هو انا معرفش ده ميزة ولا مشكلة يعني اخد الكلام ده ان دي ميزة توضحية جمهورة بصد بيها يعني لعيب بحجم عمر كمال خلاني اتكلم بقى بشكل يعني عقلاني شوية او اهدى شوية لعيب بحجم عمر كمال لعيب دولي بيمتلك شخصية دولية وشخصية في الملعب ولعيب يعني اقرب للفري يعني حر يعني بقى لوصلت شفور في عقده فالتفاوض معه اسهل بكتير وزي ما بقول الكابتن احمد اتعرض علينا كمان وانت بتنفي ما اعدتش ما اعدتش معه ليه يعني ها دي ميزة ولا لعيب يعني او كتنميزة تقعد وتخلص في ظل احتياجات نادي الزمالك لهازي النوعية من اللعيبة والشخصية احنا دايما نقول اهل وزمالك لهم نوعية من اللعيبة وشخصية معينة هو ولا بنقول كلام انشة يعني لازم ببقى لعيب عنده سابات فعالي وعنده قدرة ويتحمل الضغوط لانه اللعب القالي والزمالك غير تب تلعب في افريقيا بتروح تقابل سانداونز في قلب جنوب افريقيا وعايز تكسب وسط جمهور مال الملعب تلعب فاينال مع الودات في قلب مستاد محمد الخامس وسط 50-60-80 الف مغربي ولازم يبقى عندك دي دي شخصية مش اي حد يتحملها الضغط ده ده برامت سيمي فاينال كاس السوبر فاكو في دربات الجزاء قدام مودرن فيوتشر صح فعمر كمال بقى من اللعبة دي طب هل كان الاولى الزمالك يفوضه ولا الاولى ان احنا نقول ما عدناش ما قل عبرناه يعني فانا شايف دي نقطة عليك مش ليك في وجهة نظري يعني لو عمر كمال كان معروض او عمر كمال كان عنده ميولي روح الزمالك او عمر كمال كان ينفع الزمالك يجيبه وما جابوش وما عدش بعوطة ومعنى انا عندي معلومات مؤكدة انه قاعد وفي كونباوند هنا جنب المدينة يعني مش وربما كابتان حسين مكانش موجود يعني ممكن يكون اقسم على نفسه بس هو قاعد مع ناس اخرى منها كابتان حسين السيد انا مش عايز اتكلم يعني مش عايز اقول تفاصيل يعني خلاص يعني بداه خلص ومش هو اللي قاعد مش عمر برضه عشان الكلام يقال انما انا بشوف انه انه التصريح ده ضد مش معه لان اذا كان الزمالك هيجيب خمس صفقات كويسين يجيب خمس يجيب ثلاثة سوبر افضل او اتنين سوبر افضل لانه كل اللي عيب هتجيبه بتبني بيه حتى ما تفكرش فيها تاني ده ده رأي يعني فانا بشوف انه ده مش يعني مش مش ميزة قد ما هو كان اخفاق انه الزمالك كان علي انه هو في دي بالذات اذا كان متاح كان لازم يخلص لانه عمر وكابتان احمد سليمان عنده القدرة دي والناس في الزمالك بيعندها القدرة دي فيعني اذا كنت تقدر مخلصش ليه كنت تخلص فاوراً اللي عم مهم اللي عم مفيد يعني محدش قدر ينكر